بسم الله الرحمن الرحيم معكم أحمد وخدع جديدة من خدع الأكسل هنتعلم النهاردة إزاي تخلي الأكسل ينطق أو يتكلم أو يقرأ الكلام المكتوب جوه الخلايا زي ما هنشوف دلوقتي الموضوع سهل جدا علشان نقدر نضيف الخاصية دي على الأكسل عايزين بس نقول الإفادة ممكن ترجع علي بإيه من موضوع أن أنا أضيف الخاصية دي على سبيل المثال لو أنا معي كشف في مرتبات مثلا موظفين أو درجات أو أي شيء الكشف ده في ورقة وأنا كتبته على الأكسل وعايز بعد كده أراجع عايز أتأكد فممكن أضيف الأداة دي وهو يبدأ يقرأه لي بالشكل ده وأنا براجع وراه على الورق علشان لو في أي غلط أو في أي شيء يتكتب عن طريق الخطأ عشان نضيف الخاصية دي على الأكسل بنروح على كلمة فايل أو على تاب فايل وبنختار اوبشن طبعا ده بالنسبة لي أي اكسل لما فيش مشكلة بعد كده بنختار حاجة اسمه كويك اكسز تول بار بنيجي هنا المفروض موجود أو مفروض نوع مكتوب توبيلر كومانس لا أنا هختارها اول كومانس تمام بعد كده بنزل بالسهم أو بالسكرول اللي موجودة معي لحد حرف الاس بختار حاجة اسمها سبيك سيل خلينا بس نشوف المفروض ان هو بيكون الاختيار اللي بالشكل ده اسمه سبيك سيلز تمام بنحدده وبعد كده بندوس ااد بيتضاف معنا انا طبعا ضيفه قبل كده فعلشان كده مش هضيفه تاني بس احنا المفروض هيكون معنا مسلا نسيب اندو وريدو ولو بحد ضيف اي اضافة تانية عليها موجودة هنا بس بشكل عام بنختارها وبندوس كلمة اد وبعد كده بندوس اوكي بنلاقيها ظهره معنا فوق هنا في التول بار علشان اخليه يبدأ ان هو يقرأ مسلا نجموعة سيلز معينة بختار او بحدد السيلز اللي انا محتاج يقرأها وبعد كده بندوس سبيك سيلز امد بتبدأ تشتغل 500 موهامد 400 انا ليت سايب الجزء اللي هنا ده علشان عايزين بس نقول حاجة خاصة به الخاصية دي انا عشان اقدر افعلها او تشتغل معي بشكل صحيح لازم الكتابة سواء الاركام او الحروف تكون بالانجلش لو انا مسلا حددت له العربي او الاسماء بالعربي بالشكل ده ودست سبيك سيلز هلاقيه بيعدي عليهم زي ما احنا شايفين بس مش بيقراهم لان هو بالنسباله دي حروف مش مفهومة برضو نفس الفكرة لو جينا نشوف هنا على الاركام مش هيرى الرقم هي رى الدوت بس اللي هي العلمة العشرية زي ما هنشوف دلوقتي دار 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 فهي دي الفكرة ان احنا علشان نخليه اشتغل معنا بشكل صحيح بنتكد ان الكلام الي احنا كتبينه يكون بي الانجلش. بتمنى طبعا تكون الموضوع مفيد بالنسبالكم. سنتمهون بازن الله في خدع جديدة من شكراً لكم والسلام عليكم